شاهدين موجز لهم وآخر الأنباء مع هالا تفضلي هالا شكرا بسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت درينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس كان الرئيس السيسي قد شارك في الجلسة الخثامية للقمة حيث أكد أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغير المناخي وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشارم الشيخ قاب 27 منصة نوفي وحصلت على تمويل يمكن مصر في عام 2030 من أن يصبح لديها 42% من خليط الطاقة عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءا وديا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الفرنسية باريس وأكد الزعيمين قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين بحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب وناقشا كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية كما توافقا حول مؤصلة جهودهم المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها أقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات على هامش القمة حيث التقى مع الرئيس الكيني ويليام روتو وأكد على تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين مصر وكينيا معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتى المجالات كما التقى الرئيس السيسي الرئيس الجنوب إفريقي سيرال رامافوزا حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا في مختلف المجالات لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة والتقى الرئيس السيسي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بغونو لوماغ وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتنموي زعم مؤسس قوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريغوغين أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قواته المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا وهو الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية وقال مؤسس مجموعة فاغنر أنه استولى على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف الواقعة على بعد 200 كيلو متر من العاصمة موسكو هذا واتخذت السلطات في موسكو إجراءات أمنية في العاصمة وبعض المناطق جنوبي البلاد فيما فتح جهاز الأمن للتحدي الروسي قضية جنائية ضد بريغوغين بمجاب المادة الخاصة الدعوة إلى تمرد مسلح قالت السلطات الأوكرانية أن روسيا أطلقت وابلا جديدا من الصواريخ على أوكرانيا فجرا مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار وأكد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة سيرجي بوبكو أن الدفاع الجوي دمر أكثر من 20 صاروخا في المجال الجوي حول كييف من جانبه قال الرئيس بلدية دينيبرو وسط أوكرانيا إن عددا من المنازل دمرت بالكامل نتيجة القصف قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 37 مهاجرا لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية وأضافت المنظمة أن الناجين وجميعهم من أفريقيا وصلوا إلى لامبيدوزا بعد أن أنقذهم قارب آخر مشيرة إلى أن الناجين غادروا ميناء صفاقس التونسي متجهين إلى إيطاليا وكان على متن القارب 46 شخصا أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الرئيسي بستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وشارك في التدريبات كل اللاعبين وظهروا جميعا بمستوى جيد وتنافسوا للفوز بثقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكايالي المدير الفني يختتم المنتخب تدريباته اليوم استعدادا للقاء الأحد المقرر أن يقام بستاد ابن بطوطة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل